طيب نروح للترند العالمي والترند العالمي أول حاجة معنا لازم تكون عن محمد صلاح يورجون كلوب ليه تصرحات مهمة جداً النهاردة في الموقع الرسمي ليفربول اتكلم فيها عن محمد صلاح وكان عنوانها صلاح مظلوم تحكمياً يورجون كلوب اتكلم على إنه هناك فيه إحصائية هو مش عارف بالزبط مين اللي قام بيها الإحصائية دي تقال فيها يعني إن صلاح هو اللاعب الذي لديه أقل عدد من الأخطاء ضده يورجون كلوب شايف الإحصائية دي الناس ممكن تعتبرها قطقين فني إن صلاح مش من المهاجمين المؤسرين فبالتالي المدافعين ما بيخشوش معاه بشكل قوي أو ما فيش احتكاك معاه قوي لكن يورجون كلوب خدها في إطار تاني قال لا ده لإن لما بيتعرض للضرب الحكام ما بيصفروش كتير لصلاح صلاح فبالتالي هو شايف هنا إن صلاح مظلوم تحكمياً ولو قرنته بمهاجمين آخرين فهذا جنون إنه لو من الجنون تماماً مدى انخفاض عدد الأخطاء التي يتم ارتكابها ضده والتي يحتسبها الحكم صلاح بيتدور كتير لكن الحكام ما بيتصفرش بفولات لي صلاح نروح كمان لحاجة كان يمعان في تريند العالمي إدارة برشلونا ستبدأ أولاً في بيع بعض اللاعبين مثل كوتينيو وأومتيتي ونيتو وبرنسيوز بجانب توفير رواتب سيرجي ريبيرتو والديمبلي في زل نهاية عقدهما في الموسم الجاري ودي تقارير نشرت النهاردة بتتكلم على الصفقات واللاعبين اللي ممكن يعني يمشوا عشان برشلونا يعمل صفقة في الفترة اللي جاية الكلام كله رايح في إطار إن محمد صلاح ممكن ينتقل لبرشلونا وفيه كلام رايح على هالند نجب بورسيا دورتمون ممكن ينتقل لبرشلونا النهاردة برشلونا تعاقد مع شركة سبيتوفاي بمقابل 230 مليون يورو هذا التعاقد ممكن يكون لإعلاقة أنه بيحاولوا يوفروا أموال عشان يتم إجراء صفقتين من العيار السقيل سواء هالند أو محمد صلاح ده اللي هنشوفه خلال الفترة اللي جاية